اشتركوا في القناة والتي نظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة في العاصمة التايلندية بانكوك وبهذه المناسبة رفع اسمو شيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء وإلى سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون شباب رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة بهذه النتيجة غير المسبوقة التي حققها المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة في البطولة الاسيوية وقال سموه فخورون بهذه النتيجة الاسيوية الجديدة التي حققها المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة فهذا الانجاز يعتبر ثمرة من الثمار التي نجنيها بفضل رعاية ودعم سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفداء يده الله ورعاه للرياضة وأبنائه الرياضيين ومتابعة أخي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وجهوده المتواصلة للنهوض بجميع الرياضات لسيما رياضة فنون القتال المختلطة والتي باتت اليوم تحتل مكانة متقدمة على خارطة الرياضة الدولية وتابع سموه قائلا إن هذه النتيجة المتميزة التي أحرزها المنتخب في أسيوية فنون القتال المختلطة تعزز الجهود لمواصلة تحقيق أهداف رؤيتنا التي رسمناها لهذه الرياضة لحصد النتائج والإنجازات المشرفة التي تدعم من الحضور والتواجد القوي لرياضة فنون القتال المختلطة على المستويين القاري والدولي وتؤكد المكانة التي وصلت إليها والتي لم تأتي من فراغ وإنما من الجهود الكبيرة والمستمرة التي بذلناها في سبيل أن نصل إلى هدفنا الرئيسي وهو العالمية وأشاد سموه بالمستوى الفني القوي للمنتخب قائلا نعرب عن اعتزازنا الكبير بهذا الإنجاز فلقد كان أبطالنا عند الموعد وشرف البحرين باعتلائهم منصة التتويج وحصدهم تلك الميداليات والتي تحققت من خلال إصرارهم وعازيمتهم والمستويات الكبيرة التي قدموها خلال النزالات والتي توجت بهذه النتيجة الآسيوية الجديدة وأضاف سموه إن هذه النتيجة هي بداية الحصاد للرياضة البحرينية في عام 2019 متطلعا سموه لحصاد أكبر في البطولات القادمة وبخاصة بطولة العالم في نسختها السادسة والتي ستحتضنها مملكة البحرين للمرة الثالثة على التوالي في نوفمبر من العام الجاري مثمنا سموه الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة برئاسة سعادة العقيد خالد عبد العزيز الخياط لتهيئة الأجواء المطلوبة أمام أفراد المنتخب لخوض المشاركات متمنيا سموه في الوقت ذاته كل توفيق للاتحاد لمواصلة العمل نحو مزيد من النجاحات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة